السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهدنا وسهلا بكل متابعين ومشاهدين على قراتنا قناة تربية وتسمين الاغنام الالف الالياء اليوم السابع لوصول الغنم الحلقة الاثناشر اليوم سوف نتكلم عن قص الصوف في الاغنام قص الصوف في الاغنام لازال طبعا ده كل السلسلة بتاعتنا مستمرسة سيرة مشروع تسمين الاغنام اليوم سوف نتكلم عن قص الصوف الاغنام السؤال دائما بيتكرر اعرف امت الخروف انه عاوز يتقص واقص امت من ناحية تعرف الخروف امت عاوز يتقص الخروف طالما دخل على علف وصفته كبيرة حتى لو كانت مش كبيرة يعني مش كبيرة خالص طالما الصوفة كبيرة ودخل على علف العلف بيسخن الخروف بيخلي الخروف يعرق جسمه كله يعرق فبالعربي كده عند العربي يقولك اول ما الخروف يعرق يبقى عاوز يتقص انت طالما بتعلف مش خروف مراعي طالما الخروف بيعرف لازم يعرق هيعرق معك حتى لو في شهر واحد في عز الساعة بس طبعا شهور القص معروفة من شهر خمسة لشهر تسعة لاخر تسعة الاول عشرة نص عشرة يعني معك ست شهور تقريب خمسة وستة وسبعة وتمانية وتسعة وعشرة دي شهور الحر اللي بيتم فيها القص طيب لو قصت في شهر واحد دي حالات بقى خاصة انا عن نفسي قصت وقصت في شهر واحد وكانت احلى غنم بس كانت غنم بتعلف على افتقيل مظبوط والغنم كانت بتعرق في شهر واحد في عز الساعة وقصت الغنم بس في ملحوظة على القص انت لما تقص الخروف وهو عرقان في الساعة في شهور الساعة انا قصت في شهر واحد تقريبا او شهر اثنين لما تقص الغنم في الساعة ما تقصش الغنم وهي عرقانة ويخبطها طيار الهواء لازم تقصهاش في مكان مفتوح قصها في مكان مقفول في اوضة مقفولة او في مكان مفوش طيار هوا المهم مكان مفوش طيارات هوائية عشان الخروف هو بتقص بيبقى عرقان مية واول ما تقص يضربوا الهواء بيبرد ويجي له برد على طول وكده لسه هتعالج البرد وتعمل لك مشاكل تانية لا فانت لما تقص في الشتاء عاوزت قص في الشتاء يبقى تقص في مكان مفوش يكون في مكان بعيد عن طيارات الهواء لا والله انا خايف اقص والغنم تبرد او المكان عندي مكشوف اصلا مفيش مكان مغلق باحمي فيه الغنم من الهواء لا يبقى خلي الغنم الاص زي ما قلت لك الاص يبقى في شهر خمسة وستة وسبعة وتمانية وتسعة بس طرم ما فيش مكان مقفول الخمس شهر دول خمسة وستة وسبعة وتمانية وتسعة قص في القواد دي طب ام تعرف الخروف عاوز يتقص؟ قلنا الخروف اول ما يعرق يعني مثلا هوريك حاجة عرقين هنا بص لحظ كمان نفس الغنم احنا دلوقتي طبعا انا لسه في موضوع اللاكمة بتاعت الغنم الغنم رأيت مية في المية يعني شوف النتيجة ان شاء الله اخر النهار لما احط العلف شوف الغنم نفسها بيبقى عالي العلف مع الجو الحر احنا لسه الساعة دلوقتي بالزبط الساعة دلوقتي الجو ما سخنش زيادة لسه يسخن كمان بص الغنم شوف مثلا هنمسك دي كأس شوف الصوفة انا مسكها جسمها كل سخن من الصوفة طبعا بتعرف بص العرق شوف شايف العرق انا ازاي تال الصورة واضحة ده كل ده عرق طبعا ده العرق الواضح دومي في الصدر او تحت الرجل من قدام في الباط يعني من تحت اما ما بين الصوفة بص شوف الصوفة لما تفلقها بص شوف معي دي كده الغنم عرقانة لاحظ الطبقة الجديدة الصوفة الجديدة اللي طلعت اهي الصوفة الجديدة لما هتتقص هتشوف شكلها بيضة ونضيفة ومية في المية دي كده الغنم عرقانة اهي الصوفة الجديدة طلعت اهي لما تتقص هتلاقي الغنم بيضة ونضيفة مية في المية من تحت طب بداية السواد ده هو بداية العرقة دي كده الغنم على أنا وعاوزة تتقص قلنا كده دي عرفت إزاي إمتى الخروف عاوز يتقص ومعاد القص في السنة قلنا من شهر خمسة لشهر تسعة يعني من أول خمسة لآخر تسعة بداية عشرة حوالي خمس شهور أو ست شهور دي في أوقات الحر في السنة أما قلت لك إن لو إن شاء الله إحنا متابعين مع بعض ممكن نجيب غنم في شهر في عز الساعة ونقصها وهنعمل لك بها فيديو إن شاء الله برده وكيف تقص طالما الغنم أكلت علف مظبوط بتعرف مظبوط العلف بيسخن الجسم حتى لو في شهر واحد ممكن تقص الغنم طالما عرقت حتى لو في شهر واحد بس قلت لك فيه حاجات لازم تخدها بعين الاعتبار ما تقصش في الهواء عشان الخروف ما يجيلوش برد أثناء القص يعني أثناء القص بمجرد ما قصيته وجسمه نشف من العرق في مكان بيقيد عن طائرة الهواء ما فيش أي مشكلة خلاص بعد كده جسمه العلف بيسخنه بيخليه يحافظ على حراته ما فيش منه أي مشكلة طيب إيه فايدة القص فايدة القص رقم واحد فتح الشهية معدل تحويل عالي الخروف دلوقتي كأنه ملفوف ببطنية كأنه ملفوف ببطنية بالصفة اللي عليه دي فبتخلي الجسم سخنه خالص بتخلي شهيته بتقل عن الأكل الشهية بتاعته مش مش مفتوحة كويس للأكل الشهية بتتفتح 200% بعد القص شهية الغنم بتزيد 200% بعد القص الفايدة التانية من القص طبعا الصفة اللي ما بتكبر في الحر والعرق بيكتر الجرب حشرة الجرب بتنشط جاء بيئة مناسبة للموة حشرة الجرب صوفة جاوسوك دافي عرق بيئة ممتازة للموة حشرة الجرب وفطريات الجوب طبعا الجوب غير الجرب بس فيه ناس كتير بتعمل الجوب هو الجرب الجوب عبارة عن عدوة فطريات فطرية تقدر تسميها عدوة فطرية أما الجرب عبارة عن حشرة جرب حشرة حشرة بتاكل في الجلد مش هنتكلم عنهم بتفصيل في فيديو تاني عن الجرب والجوب إن شاء الله المهمة بتنشط الجرب والجوب في الغنم لما بتتأخر في عملية القص بيكتر الجرب والجوب في الغنم زائد الغنم بتجيها هزيل بردك بتبقى الشهية مش مظبوطة شهيتها مش مفتوحة كويس للعلف معدل التحويل بيزيد كتير لما الغنم تتأص إن شاء الله طبعنا النهاردة آخر النهار بإذن الله إن شاء الله هتشوف شكل الغنم وهي مقصوصة أنا دلاتي حاليا في المزرعة الرجل جاي في السكة اللي هيقص الغنم لو ما روحتش لأن النت في البيت بس الواي فاي في البيت فلو ما روحتش يبقى هنصور قص الغنم وهندمج الفيديوين في بعض وهنبعتهم لك فيديو واحد إن شاء الله آخر النهار لو روحت يبقى إن شاء الله نبعت لك الفيديو ده وآخر النهار هنبعت فيديو الغنم شكلها بعد القص وبالمرة طبعا انتظرونا آخر النهار برضاك هتشوف الغنم وهي بعد ما تقصت وهتشوف اللاكمة عملت معانا إيه اللاكمة هنتكلم عنها لأن فيه كلام كتير تقال في التعليقات المبارح هنرد عليه كله آخر النهار إن شاء الله في النهاية السلام عليكم لو عجبك الفيديو منتساش الاشتراك في القناة ليصلك كل مواجه جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة